مساء الخير مشاهدين وأهلا بكم في فقرة راند لليوم ورفقكم فيها أنا أماني بن خليفة لا تتوقف إسرائيل عن سعيها المحموم في نشر مقاطع مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي وتحاول جاهدة التلاعب بالرأي العام العالمي لتبرير ما تقوم به من إبادة للمدنيين في غزة على منصة X روجت حسابات إسرائيلية مقطعا ادعت فيه امرأة بأنها تعمل ممرضة في مشفى الشفاء ووجهت اتهامات لحركة حماس بأنها تستولي على الأدوية وتمنع المرضى من مغادرة المستشفى لنشاهد مقطعا من الفيديو بعد انتشار هذا المقطع عمّت وسائل التواصل الاجتماعي موجة سخرية واسعة أدت إلى حذف حساب تابع للموساد لهذا الفيديو فيما وجهت منصة X تحذيرا أشارت فيه أن العاملين في مستشفى الشفاء لا يعرفون هذه الشخصية ولم يسبق لهم أن شاهدوها حتى بينهم وما يبدو واضحا وفق بيان منصة X أن وضوح اللكنة الإسرائيلية لهذه السيدة واضحة خصوصا عند نطقها لحرفي العين والحاء أما المغرد ترافيس فقد كتب على حسابه في منصة X متمنيا أن يقدم الكيان أي الاحتلال الإسرائيلي أكذيب أفضل وأكثر احترافية من كذا والمرة القادمة يوظفون شخصا عربيا على الأقل للتمثيل أما الدكتور رائد السمهوري فاستغرب قائلا معقول معقول أن إسرائيل بقوتها وجبروتها وإبداعها غير قادرة على سوق مقطع واحد متقن انظر إلى هذه البروباقاندا البلهاء وغردة أخرى تدعى عبير تقول ساخرة حتى قطة تستطيع أن تقول أن هذه ليست لهجة فلسطينية طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها إسرائيل أكاذيب بشأن غزة اثوثقت منصات التحقق من الأخبار عشرات الكذبات التي أطلقتها الحسابات الإسرائيلية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الدعاية اشتركوا في القناة